موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم في نشرتنا الرئيسية إليكم أبرز عنوين في جديد الحالة الوباية ببلادنا تسجيل ثلاثة ألاف وعشرين إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى أكثر من مئة وسبعة وتسعين ألف حالة التدابير الاحترازية الجديدة ضد كوفيد تسعة عشر تدخل حيز التنفيذ بمدينة الدار البيضاء من بينها إغلاق أسواق القرب على الساعة الثالثة زوالا ومنع جميع أشكال التنقل الليلي من الساعة التاسعة مساء إلى السادسة صباح بعد إغلاق لأزيد من سبعة أشهر بسبب وباء كورونا الحديقة السرية بمدينة مراكش تعيد فتح أبوابها في وجه الزوار لاكتشاف كنوز الحضارة المغربية الأندلسية تدابير استثنائية تطبع موسم القنص لهذه السنة من بينها تكثيف المراقبة لحماية الوحيش من القنص العشوائي والالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كوفيد تسعة عشر أهلا بكم في البداية تذكير بالنشاط الملكي خلال الأسبوع الذي نودعه فقد ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس الماضي محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصة لاستراتيجية الطاقات المتجددة تذكير ببلاغ الدوان الملكي مع محمد الدودي ويرافقه في لغة الإشارة محمد الكتاني في إطار تتبع الأوراش الكبرى والمشاريع الاستراتيجية ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي وللعهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصة لاستراتيجية الطاقات المتجددة وتندرج جلسة العمل هذه في إطار التتبع المنتظم لصاحب الجلال لهذا الملف وخلال جلسة العمل هاته سجل جلالة الملك بعض التأخير الذي يعرف هذا المشروع الواسع ولفت جلالته الانتباه إلى ضرورة العمل على استكمال هذا الورش في الآجال المحددة وفق أفضل الظروف وذلك من خلال التحلي بالصرامة المطلوبة ويحتل تطوير الطاقات المتجددة في إطار السياق الراهن دورا محوريا في تطور الاقتصاد العالمي والانتقال الطاقي الأمر الذي يؤكد وجاهة الاختيارات الاستراتيجية التي اعتمدتها المملكة تحت القيادة الملكية الرشيدة الهادفة إلى إيلاء هذه الطاقات مكانة الريادة في المزيج الطاقي الوطني وتكريس الدور الطلائعي والمعترف به الذي يحتله المغرب حاليا في هذا الميدان الذي يعد قطاعا مستقبلية وبالرباط جلسة عمل جمعت اليوم رئيسي مجلسي النواب المغربي والليبي وإشاذة بالدور الكبير الذي لعبه المغرب في حلحلة الأزمة الليبية من خلال الحوار والتفاوض والتأكيد على أن التقدم الذي شهده الوضع السياسي في ليبيا ما رده إلى الدبلوماسية المغربية التي وفرت كل فرص الحل السياسي في المتابعة فارح سعف وسعيد الجاسي جلسة العمل التي جمعت رئيسي مجلس النواب المغربي والليبي تصدرتها الإشاذة بتقدم الكبير الذي حققه الحوار بين الفرقاء السياسيين الليبيين في بوزنيقة والثناء على الدور المحوري الذي لعبه المغرب في سبيل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية وقد التقى الأخوة الشقة في المغرب وتوصل إلى بعض الحلول الاتفاق على تكوين وتشكيل المنصب السيادية في ليبيا وهذه خطوة مهمة إلى الأمام لتسهيل باقية المسارات وكما سمحتم قبل يومين تم الاتفاق على أخي إطلاق النار الدائم في ليبيا أيضا ستسهل حركة الطيران المحلية في ليبيا وكل ذلك بمجهود من الأخوة المغاربة ونكرر الشكر الجزيل لاستمرارهم ومتابعتهم أيضا لحل الأزمة الليبية من الناحية السياسية عندما ستتم لقاء الوفود في تونس سيكون أيضا للمغرب دور هام جدا في تقريب وجهة النظر بين الليبيين للإسراع في تكوين السلطة التنفيذية القادمة بإذن الله تعالى جلسة العمل هاته تأتي أيضا في سياق تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعها مجلس النواب المغربي والليبي والتأكيد على الدور الذي تطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تقريب وجهة النظر بين الفرقاء السياسيين بطبيعة الحال توقيع على هذه الاتفاقية فهم فتح أفاق جديدة من خلال تفعيل وإعطاء قوة ونفذ جديد للدبلوماسية المرلمانية حيث أننا على هذا الأساس اعتمدنا مجموعة من المبادئ أولا الحياد الإيجابي وهذا ما ساعد مجلس النواب بمساهمته المباشرة والغير المباشرة على تقريب وجهة النظر وكذلك عدم تدخل في الشؤون الداخلية والحفاظ على الأمن والاستقرار هذا البلد الشقيق وهذا الشعب المعطاء وبفضل الجهود الحاسسة التي قام بها المغرب تمكن الفرقاء الليبيون من تجاوز العديد من العقبات التي كانت تعرقل الحل السلمي للأزمة الليبية وبدأوا ترجمة التفاهم السياسي بسلسلة من الإجراءات العملية على أرض الواقع في جديد الحالة الوبائية ببلادنا تم اليوم تسجيل ثلاثة ألاف وعشرين إصابة جديدة بفيروس كورونا و2823 حالة شفاء و46 حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعتنا المنصرمة حصيلة جديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 197 ألف واربعمائة واحد وثمانين ومجموعة حالة الشفاء التام إلى 163 ألف ومائة وخمسة وتسعين فيما ارتفى عدد الوفيات إلى 3300 وحالة وعقب قرار الحكومة اعتماد مجموعة من التدابير لمواجهة تفشي فيروس كورونا بجهة الدار البيضاء استطعت من بينها منع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا وإغلاق أسواق القرب على الساعة الثالثة زوالا والنموذج من عمالة مقاطعة بن مسيك في روبرتاج فتيحة أمغار وعشور بن مساود عند حلول الساعة الثالثة بعد الزوال بادار البائعون هنا بسوق بيرلحلو بعملت بن مسيك بمدينة الدار البيضاء بإغلاق محلاتهم امتتالا للقارر الحكومي الرامي إلى تفعيل التدابي الاحترازية من أجل تطويق رقعة انتشار الوباء الإقفال على الساعة الثالثة بالنسبة للمحالات في السوق يعني بأننار السلطات واخدها بجدية بزيمة الأمور والناس اللي البائعين تفهموا الوضع كان ندوا الصباح كانت وقلوا كانت خدموا واني من كانت وصلت لها كان نحيدوا نحسب المرض نخاف ولا تقولونا الناس ما ماتت بها دارت بها المرض بكسر عملية إغلاق أسواق القرب لقيت استحسانا وتجاوبا من لدن البائعين الذين عبروا عن مساهمتهم الفعلية في الحفاظ على صحتهم وباقي المواطنين جاءتنا تعليمات مع السلطات المحلية بس هنسدون شعالها مع الثلاثة بس نقضح لنا شوية تكتيدات والناس سيدخل شوية بكري ونتعاونوا إحنا مع السلطات ونديروا مشهودنا ونطلبوا من الله نخفف عننا هذا المرض تشديد المراقبة من لدن السلطة المحلية شملت أيضا المقاهي لمعرفة مدى التزامهم بالتدابير الوقائية وذلك راجع لكون مدينة الدار البيضاء الكبرى تتصدر عدد الإصابات المسجلة في الحصيل اليومي لكوفيد-19 وفي شأن التربوي أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية أنه سيتم توقيف بث الدروس المصورة الموجهة إلى جميع المستويات الدراسية ابتداء من يوم غد بمناسبة حلول العطلة البينية الأولى على أن يتم استئناف بثها ابتداء من الاثنين ثاني نوانبير وذلك من أجل تمكين التلميذات والتلميذ من فسحة للراحة النفسية وتجديد نشاطهم الذهني والجسدي القارة الأوروبية تعيش على وقع موجة ثانية من وباء كورونا مما دفع الحكومات إلى مضاعفة التدابير والقيود لمكافحتها حيث أضحى أكثر من ثلثي الفرنسيين ملزمين بالبقاء في منازلهم مساء فيما مددت بلجيكا من ساعات حظر التجول الليلي وأعادت إسبانيا فرض حالة الطوارئ مريم العفير تجاوزت إسبانيا هذا الأسبوع عتبت مليون إصابة بكوفيد-19 وتستمر في موجات زيادة يبدو أنها خرجت عن السيطرة في موجة الموجة الثانية من الوباء أعلنت البلاد اليوم إعادة فرض حالة الطوارئ الصحية حتى بداية شهر ماي وحضر تجول في جميع الأرجاء بين الحادية عشر ليلا والسادسة صباحا غير بعيد عن إسبانيا عدد إصابات قياسي سجل أمس بإيطاليا بمعدل 20 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة مضطر الحكومة إلى تشديد القيود للتحكم في الوباء وعليه ستغلق قاعات السينما والمسارح والرياضة اعتبارا من يوم غدنا الاثنين وحتى الرابع والعشرين من الشهر المقبل أما المطاعم فعليها التوقف عن خدمة الزبائن بعد السادسة مساء وستقدم 75% من دروس المرحلتين الثانوية والجامعية عبر الأنترنت في بلجيكا قررت السلطات تقديم وقت حضر تجول المفروض في البلاد ليبدأ عند الساعة العاشرة مساءا وأمرت المتاجر بالإغلاق الساعة الثامنة إضافة إلى حضر النشاطات الثقافية والرياضية اعتبارا من يوم غد الاثنين وفي فرنسا حيث أصاب الوباء أكثر من مليون شخص تم تمديد حضر التجول يشمل 46 مليون نسمة لمدة ستة أسابيع وفي كل أنحاء القارة الأوروبية يقترب عدد الإصابات من ثمانية ملايين وسبعمائة ألف وتوفي أكثر من مائتين واحد وستين ألف شخص بهذا الوباء أما على مستوى العالم فقد أودت كورونا بحياة ما لا يقل عن مليون ومائة وواحد وخمسين ألفا وسبعة وسبعين شخصا في شانية الفلسطيني سشهد شاب فلسطينيون يبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة اليوم جراء تعرضه للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الشرق رامالله قبل أقل من عشرة أيام على موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية صوت إلى حدود أمس أكثر من ثلاثة وخمسين مليون ناخب في طار عملية التصويت المبكر وهو ما يشير إلى حرص الأمريكيين على تفاذي الاكتظاد بمراكز التصويت يوم الاقتراع زكيب القاس فيروس كورونا يلقي بضلاله على الانتخابات الأمريكية وإقبال المكثف على تصويت المبكر في مختلف الولايات عدد الأصوات المدلى بها في ولاية تيكساس تجاوز سبعين في المائة فيما بلغ خمسين في المائة بولايتي نيوجيرزي ومنطانا والكثيرون فضلوا تصويت المبكر تفادياً للاستحام أشعر بالقلق شيئاً ما أتساءل كيف ستتم العملية؟ كيف سأضل بصوتي؟ وأضع ورقة الاقتراع أرتدي قناعاً طبياً للتأكد من أن الأمور ستكون آمنة في الواقع هي المرة الأولى التي أصوت فيها مبكراً أصوت دائماً يوم الانتخابات عندما اكتشفنا هذه الإمكانية ارتأينا هذا الصباح أن نذهب إلى هناك لتفادي العديد من المشاكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انضم إلى قافلة الناخبين الذين اختروا التصويت في وقت مبكر حيث أدل بالصوت في ولاية فلوريدا في مكتبة عامة ووصل ترامب تنقلاته الانتخابية من كارولين الشمالية وأوهايو مكرراً أمام أنصاره قرب التخلصي من جائحة كورونا وفي المقابل عقد غريمه جو بايدن مسيرة بسيارات في ولاية بنسلفانيا وحصل بايدن على دعم الرئيس الأمريكي الصابق باراك أوباما الذي وشه انتقادات لا دعا لإدارة ترامب لأزمة كوفيد 19 لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم وصيب عشرون آخرون بجروح إثر انفجار قنبلة قرب مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية حيث شهدت أفغانستان تصاعداً في العنف خلال الأسابيع الأخيرة بالرغم من عقد حركة طالبان والحكومة محادثات سلام لإنهاء الحرب الدامية في البلاد معاناة حقيقية تعيشها ساكنة عدد من الدواوير بالجماعة الترابية مزار إيدو تنان مع نذرة الماء الصالح للشرب إشكالية تحاول جمعيات المجتمع المدني تجاوزها من خلال مشاريع مائية بديلة وصديقة للبيئة الروبرتاج للسيهان بوخليفي حيجب تامك ونوردين سابر بالأمس القريب كانت ساكنة جماعة إيموزار إيدو تنان تعاني من نذرة الماء الصالح للشرب اليوم وبفضل هذا المشروع أصبح بإمكان الساكنة أن تتزود بهذه المادة الحيوية من مختلف الصهارج التي تم إحداثها بعدد من الدواوير أزمة الماء الصالح للشرب التي أرهقت ساكنة دواوير جامعة إيموزار إيدو تنان لعدة سنوات تجد اليوم حلا بفضل هذه المبادرة التي وفرت للساكنة منبع الحياة الماء في انتظار استكمال مشروع ربط هذه النقاط بمختلف المساكن أردنا هذا العمل الذي هو بسيط وخما كيفيش ولكن الحمد لله هو مهم قضاء عارض يعني الناس كي يكسر بوا منو كيسر بوا منو الحمد لله الحمد لله إن شاء الله غايدا دابا داما على المستقبل باش يكون الرابط إن شاء الله للمنازل قامت الجمعيات بتعاون ودعم من المحسنين بتجهيز هذا الأبار وهذا الأتقاب بالوحطقة الشمسية وهي بديلة عن محركات السابقة تقليدية التي تشتغل بالغازوال والتي تتقل كهل الجمعيات والحمد لله تمكننا وتمكنوا هذه الجمعيات بالتعاون وبالتنسيق تام مع صوتات بحل هذه المشكلة بمجمع من الدواوير دواوير عديدة كانت تعاني من شح الماء وقلة التساقطات استفادت من مشاريع الماء الصالحة للشرب من خلال حفر الأبار وتجهيزها بألواح الطقة الشمسية والصهاريجي العمومية بمجلسي النواب والمستشارين نظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يوما دراسيا حول مشروع القانون المالي لسنة 2021 ومدى استجابته للانتظارات الاقتصادية والاجتماعية في ظل جائحة كورونا هدام سهل وابدالية مشروع قانون مالية 2021 ومدى استجابته للمتطلبات التي فرضتها الجائحة خاصة ما تعلق بإنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية محاور يناقشها هنا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان ويعدد جوانبا يقول إنه أغفلها ويحددها في ثلاثة أمور الأمر الأول وهو الإنقاذ فئات عريضة من المواطنين والمواطنين المتضررين من الجائحة وقطاعات كذلك مهمة كقطاع سناعة فريدية وقطاعات أخرى التي هي اليوم تعيش محطة صعبة جدا ثانيا أنه تم كذلك مواصلة منطق استهداف طبقة الوسطة التي تعاني وتالتا وهو لم يكن كذلك اهتمام بدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين اللقاء ستر جملة من الملاحظات اعتبرها الفريق الاستقلالي مدخلا للخروج بمقترحات تعديلات سيقدمها الفريق بعد التوافق بخصوصها مع الحزب ففي اي اتجاه تصب هذه المقترحات الاتجاه الفريق الاستقلالي سيكون مع الطبقة الشغيرة سيكون مع المقاولات الصغيرة والضعيفة والمتوسطة سينصب على المهن الحرة كان من اللازم على الحكومة أن تجتهد لكن للأسف اعتمدت فقط على ما هو قائم في غياب اي ابتكار اي ابداع للحلول الممكنة يعني للخروج من هذه الازمة الاقتصادية والاجتماعية مناقشة مشروع القانوني المالي عرفت هنا مشاركة باحثين وخبراء في المجال بهدف الوقوف على اهم ايجابيته وصلبيته انطلاقا من التداعيات الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على مختلف القطاعات الحيوية توفي اليوم النقابي والقيادي في حزب الاستقلال عبدالرزاق افلال عن عمر يناهزه اثنين وتسعين سنة بعد معاناة طويلة مع المرض الراحل المزداد سنة الف وتسعمائة وتسعة وعشرين كان من بين مؤسسي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وسبق للراحل ان تقلد عدة مسؤوليات النقابية والسياسية وبرلمانية ورياضية كما كان عضوا في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وعضوا بالبرلمان وعضوا بالمجلس الاستشاري لحقوق الانسان منذ تأسيسه الى غاية سنة الفين وسبعة كما انتخب افلال بين عامي الف وتسعمائة وسبعة وسبعين و الف وتسعمائة واثنين وتسعين رئيسا لمقاطعة عين سبع وكذلك خلال سنتي الف وتسعمائة وسبعة وتسعين و الفين واثنين وسيوار جثمان الراحل الثرى يوم غدنا الاثنين بعد صلاة الظهر بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء انا لله وانا اليه راجعون وبعد اغلاق دام لازيد من سبعة اشهر بسبب الوباء تعود الحديقة السرية بمدينة مراكش لفتح ابوابها في وجه الزوار فضاء تاريخي مليء بالحكايات والاسرار نتعرف عليه عن قرب في روبرتاج امين علام وحسن مسكور عادت الحديقة السرية لتفتح ابوابها من جديد بعد ان قطعت جائحة الكورونا حبل الوصال بينها وبين زوارها من عشاق فن الحدائق لمدة زادت عن سبعة اشهر مدة استسلمت خلال هذه الحديقة المتواجدة في قلب المدينة العتيقة بحي الموسين الى الهدوء وانكب القائمون عليها على العناية بالنباثات لتظهر في ابها حلة وهي اليوم تستعيد انفاسها وتسترجع حركيتها بشكل تدريجي اول مرة نانجي لها وعجبتنا الصراحة اليه بين اوغانيزي اليه بين فت لكن الانفورماشن في الممشي تتلقاهم كندي دي بليان تعتهم لك في الباب قمنا باعدة فتح الابواب في اليوم 14 اكتوبر ومع احترام جميع التدابير الوقائية التي منصوص عليها من طرف وزارة الصحة التي تجلب تبع الاجتماعي وتعقيم الأماكن وتعقيم الآيدي والزوار وأيضا الموضفين وقياس درجة الحرارة هي تحفة خضراء فضاء عريق يضرب في جذور تاريخ المدينة الحمراء يدعود للنصف الثاني من القرن السادس عشر ويقدم للزائر صورة عن فن الحدائق والمعمار المغربي الأندلسي والأنظمة التقليدية التي تم بها تدبير المياه خلال العصور الماضية بالنسبة للحديقة فيها ربعات الأزاح كان تاريخ نتعلماء لأنه تاريخ موهم بالنسبة للمراكس والمغرب والمناطق لبعض الشواشي بهجافة لدينا الحدائق لأنه صعيف تلقى حديقة داخل صورة المدينة وهذه حديقة الثاني حاجة هي التاريخ نتعى البلاصة لأنه تاريخ خديم تعود للسادين والحزن الأخرى هي الهندسة العربية إسلامية إندلسية هي واحدة من الفضاءات الخضراء الساحرة العديدة التي تزخر بها مدينة النخيل والتي يجد فيها الزائر المناذ المناسب للتأمل للاسترخاء وللاستمتاع بجمال الطبيعة أدنت المملكة المغربية وبشدة استمرار نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للإسلام والرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تندد بهذه الأعمال التي تعكس عدم نطج أصحابها وتؤكد أن حرية البعض تنتهي عندما تبدأ حرية ومعتقدات الآخرين وأضاف البلاغ أنه لا يمكن لحرية التعبير بأي وجه كان أن تبرر الاستفزاز المهين للدين الإسلامي الذي يعتنق أكثر من مليار شخص عبر العالم وبقدر ما تدين المملكة المغربية جميع أعمال العنف الظلامية والهمجية التي يزعم أن ارتكبت باسم الإسلام فإنها تقف ضد هذه الاستفزازات التعسفية المسيئة لقدسية الدين الإسلامي وسنعود للتفاصيل لاحقا بإقليم يدريوش انطلق موسم القنص الجديد 2020-2021 وذلك وسط مجموعة من التدابير والإجراءات التي توصي بها السلطات العمومية للوقاية من جائحة كورونا والحد من انتشارها ياسر العمراني ومحمد العموري حزمة من الإجراءات تم اتخاذها لتدبير أفضل لموسم القنص الجديد خاصة على مستوى المراقبة وحماية الطرائد وذلك قصد ضمان افتتاح الموسم في أجواء جيدة ومناخ مناسب بالموازات مع ذلك حملات لتحسيس القناصين بضرورة احترام إجراءات الوقاية من وباء كورونا تعمل إدارة المياه الغابات بشكل عام ومديرية إقليمية للدروش بشكل خاص على تشجيع وإنشاء المحميات القنص المكرية إذ يتوفر قطاع الغابة وإذي الدروش لوحدها على ما يقارب 11 محميات قنص مكترات على مساحة قدر بـ 16 ألف اكتار وتعتبر محمية أيد سعيد نموذجا للمحميات الناسئة في هذا المجال التدابير المتعلقة بالحماية من الوباء تنضاف إلى تدابير أخرى تعلق بالقنص وهيتهم ثلاث مراحل هي الاستعداد للقنص مزاولة القنص والتنقل فهذه العملية احترموا جميع القناصة تدابير الاحترازية هذه الوباء وبالتالي كانت عملية موفقة جدا حتى من ناحية العدد والتكاتر والطرائد والله الحمد في تكاتر مستمر وتعمل الجهات المختصة بقليم الدروش على الصهر على مراقبة موعد افتتاح وانتهاء فترات القنص والنظام الخاص به والذي يحدد عددا من الطرائد المسموح بقنصها من كل نواء وكما سبق واشرنا ادانة المملكة المغربية بشدة اليوم الامعانة في نشر رسوم الكاريكاتورة المسيئة للإسلام وللرسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وذكر بلاغنا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ان المملكة المغربية تسنكر هذه الافعال التي تعكس غياب النج لدى مقترفيها وتجدد التأكيد على ان حرية الفرد تنتهي حيث تبدأ حرية الاخرين ومعتقداتهم وعبرز البلاغ ان حرية التعبير لا يمكنها لأي سبب من الاسباب ان تبرر الاستفزاز والتهجم المسيئة للديانة الاسلامية التي يدين بها اكثر من ملياري شخص في العالم واضف المصدر انه بقدر ما تدين المملكة المغربية كل اعمال العنف الظلامية والهمجية التي ترتكب باسم الاسلام فانها تشجب هذه الاستفزازات المسيئة لقدسية الدين الاسلامي وختم البلاغ بان المملكة المغربية تدعو على غرار باقي الدول العربية والاسلامية الى الكف عن تأجيج مشاعر الاستياء والى التحلي بالفطنة وبروح احترام الاخر كشرط اساسي للعيش المشترك والحوار الهادئي والبناء بين الاديان صور نهاية النشرة تنقلنا الى سنغافور التي يعرف فيها قطاع الطيران كباقي دول العالم ازمة بسبب كوفيد تسعة عشر احدى شركات الطيران خصصت مطاعم مؤقتة في طائرتين جاثمتين على مدرج المطار حيث استمتع مئات محبي عالم الطيران بتناول الطعام في مقاعد الركاب وهم يشاهدون افلاما على الشاشات الصغيرة المثبتة امامهم كما لو كانت في واحدة من رحلات ما قبل كورونا وقد ابقى نحو نصف مقاعد في الطائرة شاغرا التزاما بتدابير التباعد الاجتماعي الى التذكير بالعنوين في جديد الحالة الوباية ببلادنا تسجيل ثلاثة الاف وعشرين اصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد الاجمالي لحالة الاصابة المؤكدة بالمملكة الى اكثر من مئة وسبعة وتسعين الف حالة التدابير الاحترازية الجديدة ضد كوفيد تسعة عشر تدخل حيث تنفيذ بمدينة الدار البيضاء من بينها اغلاق واسواق القرب على الساعة الثلاثة زوالا ومنع جميع اشكال التنقل الليلي من الساعة التاسعة مساء الى السادسة صباح بعد اغلاق الازيد من سبعة اشهر بسبب وباء كورونا الحديقة السرية بمدينة مراكش تعيد فتح ابوابها في وجه الزوار لاكتشاف كنوز الحضارة المغربية الاندلسية تدابير استثنائية تطبع موسم القنص بهذه السنة من بينها تكثيف المراقبة لحماية الوحيش من القنص العشوائي والانتزام بالاجراءات الوقائية ضد كوفيد تسعة عشر اشتركوا في القناة